اشتركوا في القناة وعلى دوام التواصل معنا بالنسبة للعرض الحكومي يعني تلقينا بفرح صراحة لأن أولا البرنامج البرنامج ديال حيث بتجمع الوطن الأحرار كان واحد البرنامج اللي هو طموح وليه قابل أصلا للتفعيل فكان السؤال واش هذا البرنامج يتطرح يعني في التطرح الحكومي ولا في البرنامج الحكومي فعلا الالتزام كان الالتزام موفق وتطرح من بين المسائل اللي يتطرحات وهو كيف جاء في سؤال ديالك هو تنصيص على تفعيل طبع رسمي للأمازيغية واحتدكت تفعيل طبع رسمي بالأمازيغية اللي هو معتد ديما تتكون عنده شروط منها أولا الشروط لأننا كنا نواجه عندما يعني نترافع على تفعيل ديال طبع رسمي للأمازيغية كنا نواجه بضرورة إخراج القاون التنظيمية من بعد من خرجات هذه عامين تقريبا في 2019 كنا نواجه كذلك بأنه ما كانش ميزانية ميزانية لهذا الأوراج هدو فالتصريح الحكومي الآن خرج بهذا صندوق يعني تخصيص واحد صندوق خاص للتفعيل طبع رسمي للأمازيغية تيبدأ من 400 مليون درهم إلى 2025 تيسالي بواحد المليار ديال الدرهم وتنظن بل أنه السي عزيز أخنوش أو القائمين على الحكومة ده بغا نقول الحكومة حيث بل برنامج ديال الحكومة الحكومة عرفت بل أن ذيك النقطة ديال ضعف ديال ديال برامج كيف ما كانت برامج أو لا أوراج كيف ما كانت العائق اللي تيكون وهو العائق تيكون مادي غير هو الأمازيغية كينمادي وكينحتى العقليات وكين بعض يعني الإرادة السياسية خصتها تكون مصحبة مصحبة يعني هذا الإحداث دياله هذا الصندوق وربما احتل الناس اللي وقفوا على هذا يعني البرنامج الحكومي فاهمين هذا شيء لأن تم واحد إحداث كذلك واحد لجنة استشارية وطنية ولجان جهوية اللي ربما هي اللي غاتصاحب أو اللي غاتراقب أو اللي غاتدير تتبعدي هذه الميزانية في تفعيد الأمازيغية فهنا تنشوفه لأن 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 تنظر ميزانية 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 الوطني التجمع العالمي الأمازيغي كل سنة في الحكومة ديال بن كيران كنا مواضعين على أساس أنه تنرسل جميع البرلمانيين وجميع المستشارين رسالة بالأسماء الجميع موقعة من طرفي أو من طرف السيد الرئيس ديال تجمع العالمي الأمازيغي السيد رشيد الرخا على أساس أنه تنطلب منهم أنهم يترافعوا باش تخصص واحد نسبة معينة من الميزانية للأمازيغية التفعيل ديال الأمازيغية ولكن عمرها ما كانت بمعنى أنه ولكن مش غير الآن كينا نقوله كينا الميزانية لهذا ولكن هذا ما تكفيش لأنه ماشي أنا ما تنقولش بلأنه سوف عندنا صندوق خاص بإحدى بتفعيل الأمازيغية سوف ينسدوه على الصناديق الأخرى ديال الوزارات وديال هذا هذا ربما نعتبره واحد صندوق اللي هو إضافي لأن هذا نعتبر بلأن الأمازيغي يخصها واحد يعني واحد تمييز إيجابي إذن هذا تمييز الإيجابي ضروري منه أنه تكون عنده موارد مالية إضافية موارد بشرية إضافية مواد أو لما يعني آليات لوجيستيكية اللي هي يعني تقوم بتفعيل الفعلي الأمازيغية لماذا هذا تمييز الإيجابي؟ تمييز الإيجابي لأن الأمازيغية عاشت واحدة تهميش اللي هو الكبير بالزاف من غير أن نعتبره إيجابي من المستقلال الآن فتهميش كثير من ألفين وواحد الخطب ديال جلالة الملك ديال أجدير ألفين وواحد بمناسبة يعني تأسيس المعادة الملكة التقافة الأمازيغية إلى الآن را ما زالت تعيش تهميش إذن هذا باش أنا نقف الدستورة تنهض على المساواة المساواة بين الأفراد وبين المواطنين وبين اللغات إلى آخرين إذن باش أنا الأمازيغية تصل المساواة بينها وبين اللغة العربية فعلى الأقل خصنا نقف إما نقف الأمازيغية العربية حتى نعطيه واحد الدعم كبير الأمازيغية ولكن احنا ما تنقولوش هذا شيء لأننا تنعتبروهم لغتين متساويتين وطنيتين إذن خص الأمازيغية يخصها واحد دعم يعني واحد تمييز إيجابي باش على الأقل تكون يكون عند ذاك الدعم الإيجابي أو التمييز الإيجابي يكون يكون رافعة أنها تقدر توصل لمساواة ديال العربية فهذا يعني ماشي ماشي ما تنعنيش به أنه تمييز أنا نخليه حاجة وحاجة لا لا والحيط بالنظر لهذه السنوات ديال هات التهميش وهذا الإقصاء فربما تيخصى واحد تمييز إيجابي باش تكون في المستوى ديال ممكن تكلم على هذه السنوات ديال تهميش الإيقصاء يعني كانت حكومة العدالة والتنمية المؤخرة وحالة عشر سنوات ومكان نشاطة أمازيغين كتعتبروا بأنه ضاعت من الزمن المغربي مجرد زمن الأمازيغي للأسف ضاعت ماشي ما قلت ماشي غير في الزمن الأمازيغي ولكن حتى يعني بزاف ديال القوانين بزاف ديال المشاريع بزاف ديال يعني بحال ربما بحال هذه أصحاب الكاف نعصوا فاقوا ما القناولوا يعني بالعكس تراجعات على مستوى الحقوق والحريات على مستوى الأمازيغية من 2001 إلى 2011 قبل دسترة ديالها كانت يعني كانت في واحد يعني كانت تطور في المستوى كانت على الأقل الإدراج ديالها في التعليم كانوا مدارس يعني الولوج ديالها التعليم في مدارس كانت كثير من الآن المكوينين أو المكوينين يعني المعلمين اللي تكونوا كان مهم تلاميذ اللي هما تطلقنوها كان كثير لإعلام كذلك كان غير الجرائد غير الجرائد الورقية اللي كانت عندنا ديال الإعلام كانت مهمة كانت العشرات ولكن مع وجود هذا يعني ما نسميه الآن مأساسات الأمازيغية تدورت بزاف يعني كان واحد المجموعة ديال المسائل اللي هي إيجابية في تطور ما شاء غنقوله وصلنا كنا وصلنا أو لا لآن وصلنا لواحد المستوى اللي هو جميل والطموح ولكن كون كانت يعني واحد لإرادة سياسية مع الإشعاع مع النهوض الفعلي بالأمازيغية كون نصلوا للمستوى اللي هو جيد حتى القوانين لأن كيفاش تعتبر هذه الحكومات مثلا الأولى والثانية ديال سواء ديال بن كيران ولا ديال دكتور سعدين العثماني فهدوك الولادتين للقوانين التنظيمية ما خرجها سعدها 2019 في حين أن الدستور جات للفصل الخمسة جاب القوانين التنظيمية لأجراءات الأمازيغية من 2011 وماشي غير هكاك حتى من بين يعني التسرسل ديال القوانين التنظيمية اللي كانت خصها تخرج للقوانين التنظيمية جات في المرتبة الخامسة وأكثر من ذلك حتى في الخطابة ديال جلالة الملك بالمناسبة ديال في ستاح ديال البرلمان نعتقد 2016 ولا 2017 نصر يقول لك أنه هذا شيء هذا ما خصاش مزايدات سياسية ولكن مع ذلك كانت مزايدات سياسية وكان قتل الأمازيغية في ذلك العشر سنوات ديال ولاية العدلة والتنمية من اللي كانت تكلموا على أنكم ترقيتم بالفرح هذا صراحي الحكومي وش هو هذا الشيك على بياد بالنسبة الله ماشي شيك حتى حاجة في سياسة ما كينش حاجة سميته شيك على بياد حتى في التجارة مخص شيء أولا تي سميته تي يعقب عليه القانون وحتى أخلاقيا إلى آخر فالبياد ما مخصناش نسنيه على بياد لا هي أحنا يا نية هاية كينا لك حال فقلبياد كيف ما تيقوله يعني جاف جاف في تصريحة الحكومي كين برنامج حكومي تحتطلوا ميزانية دياله الميزانية هاي غاي صدقوا على أفو البرلمان إذن إذن سميته هذا الشيء هذا واللي تنمسوه وغدوا بعده إحنا يا إحنا يا كمجتمع مدني كمناضلين كمواطنين فهل الحكومة كيف ما غير نرقبوها لا 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 أبدا أبدا أنا لتنقول لك هذا إلا كان واحد تمييز إيجابي بمعنى أنه إحنا نشوفه قاعد القطاعات قاعد القطاعات أنها خصة تكون فيها الأمازيغية يعني متواجدة قاعد القطاعات خصهم يفكروا كيفاش كيفاش الإدراج ديال الأمازيغية في الإدارات وخصها تكون لجانة تتنسق بين هاد الإدارات باش ما يكونش ما يكونش ما الشغل نقول لك ماشي التنافي والتضاد بين هذا كذلك خص ملاءمة القوانين جامع القوانين تلاءم على المعدد السل التي تعطي للرسمية ديال الأمازيغية يعني كأكين ماشي ماشي هذا ماشي يعني السقف اللي صافره جتنا واحد للصندوق ها هو صندوق كايين إلا ما كانتش إرادة والخصص أنا سنلحح عليها بالذات إرادة سياسية مهمة إلا ما كانتش إرادة سياسية ديال القائمة على هاد سواء في الوزارات وفي البرلمان وفي المؤسسات المنتخبات والمؤسسات ديال الدولة راح احتشي حاجة مدنة وخيكون القوانين وخيكونوا صناديق ديال المال رغم ماشي ماشي رغم هذه الصناديق وهذه القوانين إلى أي حد ممكن أنها تناكس ألا هذك المواطن من أصول أمازيغية في الجبال وفي المدشرة أنه يحس على أنه كين هو حاضر كهوية كذات في المجتمع خصوصا في القضاء وفي الصحة هذا هو هذا هو هذا هو إذن المواطن المغربي يجب أن يمشي القرص وفي ممشع يجب أن يجب أن يدخل إدارة يشوف تمرسه القرص سواء في التواصل ولا حتى في الحاجيات المادية وهذا مشغل الذي يضرب الأمازيغية والعربية والحسانية يعني كيفما كان المواطن المغربي يخصوه يدخل إدارة يلقى الماديات والمعنويات يعني يلقى التواصل ويلقى المسائل التي هي ضرورية والتجاوب إلى آخر حتى المسائل في القضاء يلقى القاضي والمحامي التي تتواجب معه التي تتواصل معه التي تتفعل معه في السبيطار كذلك يلقى الفرملي ولا غير هذو كديل الباب سميته لا سيكوريتي يلقاه تي هذو بالأمازيغية ولا بالعرب بعد المرة تتلقى غير هذو حتى باش ما كان هذو غير يكون لبيب وضريف هذو خصنا فيه خصنا فيه في الحقيقة خصنا فيه لكثير لأن المشكلة لنا في هذا هو أنه أي واحد قلس على شيء كرسي تقولي هو تأتي مرس واحد السلطة هذو ما ماشي 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 ربما هذاك نقص من عند من عند هذو الناس ولكن خصنا هذا الشيء أن تجاوزه هنا والمواطنين يلقى ذاته ويلقى نفسه في أي إدارة مشاليها بدون بغض النظر الانتماء دياله غير هو في الأمازيغي ولا الأمازيغية لأن تكون معاناة عند المرأة سواء المرأة ولا الرجل تتكون ديجا معاناة مادية اقتصادية فاشتجع وثاني المعاناة تتزاد معاناة أخرى ديالتواصل فتيكون المواطن مسكين تكون مغلوب كثير